السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلاب الصف الاول اعداد اهلا بكم في فيديو النهاردة النهاردة معانا دايالوجز ازاي نحل سؤال المحادسة خلكم معانا وركزوا طبعا بيدي لك محادسة اتنين بكلمة مع بعض في خمس فراغات والمطلوب تحط كلمة واحدة في الفراغ الواحد اول محادسة شباب ما بين ريهام وداليا ريهام تقول what's your name داليا my name is داليا طيب سؤال بقى من ريهام نقطة do you live with اول ما تلاقي with كده يا شباب يبقى على طول هتبدأ به who who do you live with يعني مين اللي انت عايش وياه داليا هتقول i live with my father mother and two sisters انا اعيش مع بابا وماما واخواتي البنات الاتنين ريهام هتقول سؤال are you a student هل انت طالبة الاجابة هتبقى yes بعد yes هنقول i am فنخلي بالنا يا شباب ان are you لما تيجي في السؤال بتحاول في الاجابة لي i am طيب what's your favorite note يا طلب تسألها عن الهوبي الهواية ولا سبورت الرياضة ولا ايه بالزبط what's your favorite note قلت لها i like art art اللي هي تربية في النية يبقى what's your favorite subject المادة الدراسية بتعطيك المفضلة معنى كده يا شباب ان احنا لازم نقرأ المحادسة كلها الاول قبل ما نحل طيب i like art طيب ايه تاني i am not good at drawing or painting انا مش كويسة في الرسم ولا التلوين يبقى ازاي بيحب التربية الفنية مش كويس في الرسم والتلوين يبقى فيها تناقض يبقى ايه باط يعني ولكن اخر السؤال عندنا من ريهان بيقول what's your favorite sport ايه رياضك المفضلة i like حط بقى اي رياضة ولا لكم مثلا ايه تنس وعندنا يا شباب محادسة كمان لكن لو عندنا رأس السؤال للمحادسة كده يبقى لازم نقرأه ونقرأ محادسة كلها بعد كده يعني سوها بتسأل رانيا عن يومها الدراسي سوها بتقول how do you go to school لازم نخلي بالنا يا شباب من كلمات الاستفهام how يعني كيفة how do you go to school كيفة تذهبين اذا المدرسة i go to school on foot بروح سيرنا على الاقدام طب السؤال بقى نقط do you walk to school هنا انا عايز اداة استفهام ليه what or where or how or how or how many الى اخر يعني طب نشوف الاجابة طيب because because معناها لان ولي بعبر بها عن السبب طالما شفت because بقى لازم حط اداة استفهام why اللي معناها لماذا يبقى why do you walk to school بتسيري الى المدرسة اللي بتغضيها ماشي يعني لها because it is not my house لان ايه انا قريبة لانها لان المدرسة يعني قريبة من بيتي يبقى because it is near my house ايه ايه انا بحب ايه اوعد استعجل وتحط اي مادة لان ممكن تكون مرتبط بمادة معينة او مقيد بمادة معينة ايه 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 طب نقط do you like it because برضو because جات لي مرة تانية يبقى why يبقى why نخلي بالنا منها عشان مهمة لماذا بحط why لما لاقي because why do you like it اللي بتحبيها هيتلاقي because i like maps يحب الخرايط and it tells me a lot about different countries بتخبرني الكثير عن الدول المختلفة how often do you study geography اوه هنا بقى الاجابة بتاعت رقم تلاتة كم مرة بتذكر فيها geography geography at school في المدرسة يبقى رقم تلاتة كده عرفناها من تحت هتبقى geography لما اتلاقها how often كم مرة بتذكر فيها وتدريس فيها geography في المدرسة هتلاقى three not a week ثلاث ايه في الاسبوع ممكن اقول ثلاث حسس في الاسبوع ممكن اقول ثلاث ايام في الاسبوع براحتك three days three days a week يعني ثلاث ايام في الاسبوع عايز تقول three lessons ثلاث حسس او ثلاث دروس في الاسبوع برضو تنفع يلا بينا عدد المحادسة رقم تلاتة يا شباب بيقول لي سعيد and omar are talking about their favorite hobbies سعيد وعمر بيتكلموا عن هواياتهم المفضلة والمحادسة يا جماعة مهمة خلي بالكم منها عمر بيقول hi سعيد please to meet you يسروني مقابلتك سعيد قال له hi عمر بعدها يسأل سؤال not is your favorite hobby favorite hobby هوية المفضلة يبقى ما هي الهواية المفضلة ما هي هويتك المفضلة يبقى number one هتبقى what عمر رده قال i like sports بحب الرياضة الرياضات يعني اللعبة عموما i play football no at friday's حرف القرر اللي مع الايام يبقى on on friday's no at do you play it قال له in the club in the club يعني في النادي بيسألوا عن المكاني والمكان سعال له بعينة اللي هي where who do you play it with يعني بتلعبها مع مين عندك هو هل وعندنا وزي في الاخر هو زي ما قولنا بتلعبها مع مين i play it with ممكن نقول friends بلعب المغاز hobby if خلي بالنام spelling r i e n d s do you have any other hobbies هل لك اي هويت اخرى yes i know at reading yes i like reading ايوة انا بحب الاراية طبعا i ضمير فاعل وreading مفعول به باني محتاج هنا فاعل هنا طبعا الفاعل هيبقى like لاني بسأله عن الهويات معنى هويات هنا حاجة بيحبها فاعل كده قالوا i like reading too اللي اكد بقى ان احنا ماشيين صاح ولايك صاح اهي like موجودة هي i like reading too انا ايضا بحب القراءة ومعنا كمان محاتس يا شباب ويلا بينا نخلي بنا وركز anas tells ali about his brother anas بيخبر علي عن اخو طب انا يقول ايه this is the photo of my brother دي صورة لاخوية علي بيسأل what's his what's his llo it's adam what's his adam is name how old is he يعنى هو عمره كم سنة يمكن نقول his ten نقط اصدقى where does he live لازم نفهم السؤال اين هو يتكن اين هو يعيش نقط into hug يبنقوله هدية تنزل تحت يبا he نبدأ به live تنزل live بس هنزود لها الاس بتاعت الضز دي. طب. ما هي الايه كده المفضلة بتاعته? والله هنشوف الاجامة الاول. بيحب السمك والرز. طبعا السمك والرز يقول طعام. يعني فود. ما هو الطعام المفضل? اللاهو. بعد كده اخر سؤال. اهويته المفضلة? هو بيحب اهوية ايهوية وليكن مسلا ريدنج يعني الكراءة. ريدنج. هنا يا جماعة نكون حالينا شوية محادثات. اه من الوحدتين اه الترم الاول. اه طبعا دول متوقعين يوجو في امتحان شهر اكتوبر. اه استفدنا ان احنا لازم نقرأ المحادثة كلها. نركز جدا في اعادات الاستفهام. نفهم معنى السؤال. عشان اعرف احط الاجابة المطلوبة بالزبط. اه تمانيات دي قدام بالنجاح والتوفيق. في فيديو عملنا قبل كده يا شباب خاص بالاختياري. احاول احط ان شاء الله رابط بتاعه في اول تعليق مسبت. بحيث تستفيدوا منه بازن الله. الى ان انتقي. اه لكم مني خالص تحية والتقدير. يا لتجمع ما ننساش اللايك والشير. لو لسه مشتكناش في القناة. Thank you very much and goodbye.